نجاة دورية للجيش من عبوة الناسفة والتوتر يسود طرابلوس سليمان لحزب الله تجاوزتم حدود الوكالة التي أعطيت لكم في المقاومة الأمن العام ليس وهاب ولا غيره من يقوم عملنا في النشرة أردوغان يمنع التغريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وعلى وقع التحية والسلام زول سلام نشاطه الرسمي رئيسا رسميا للحكومة انقضت الثقة ودخلت البلاد عمليا في مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية وعليها قال رئيس الجمهورية إنه سيسلم الأمانة ويعود إلى منزله وعودا إلى موقفه من المعادلة التي أسمها بالخشبية قال سليمان إنها ليست غلطة مستشار وهم لا يعرفون من هو ميشيل سليمان وبطريقة مباشرة وجه كلامه إلى حزب الله قائلا هل نسيتم أنكم تجاوزتم حدود الوكالة التي أعطيت لكم في موضوع المقاومة وذهبتم إلى سوريا للقتال هناك من شهة أخرى كان الانتقاد الوزير السابق بأموهاب الأمن العام ممثلا باللواء عباس إبراهيم تداعيته فردت المديرية ببيان أكدت فيه أن زيارات اللواء عباس إبراهيم إلى الخارج وتحديدا إلى سوريا تأتي بتكليف من السلطة السياسية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية وأن عمل المديرية العامة للأمن العام وإنتاجها لا يقومهما الوزير وهاب ولا غيره بل السلطات المعنية والشعب اللبناني الجولة العشرين من الاشتباكات في طرابلس تستهدف الجيش بشكل مباشر وتعد الأطول مقارنة بسابقاتها الجولة العشرون من الاقتتال في طرابلس تبدو مختلفة عن ما سبقها من حيث التركيز على استهداف الجيش بشكل مركز وقد أعلنت قيادة الجيش مدرية التوجيه في بيان لها أن عبوة نسفة كانت مزروعة إلى جانب الطريق في محلة المحصاص انفجرت أثناء مرور دورية من دون انتسبب بإصابة أحد من العناصر فيما تضرر عدد من السيارات وتولت الشرطة العسكرية التحقيق بإشراف القضاء المختص والأمر اللافت الآخر أن هذه الجولة دخلت يومها التاسع حاصدة مازيدا من القتل وجرح والأضرار المادية وقد اعتبرت الأطول بالوقت مقارنة بالجولات السابقة وقد سجلت ليلة الخميس الجمعة اشتباكات عنيفة تركزت على محاور الشعران البقار مشروع الحريري ساحة الأمريكان استعملت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وقد تدخل الجيش اللبناني مطلقا الرشقات للرد على مصادر نيران على مختلف المحاور وقد استمرت المعارك صباحا لتتحول إلى مناوشات متقطعة ورصاص قنص شل الحركة في شوارع المحاذية للمناطق الساخنة فيما لا تزال المؤسسات التربوية مقفلة ونتيجة القنص قطعت الطريق الدولية بين طرابلوس وعكار الجديد حصل على شريط فيديو يظهر المواطنين يحاولون سحب المواطن ميم حاء الذي قتل برصاص القنص قرب فرن الحم في باب التباني مصادر الأمنية وضعت مسألة استهداف الجيش في إطار محاولات المسلحين فرض أمر واقع جديد على السياسي المنطقة والقوى الأمنية في آن وذلك لاعتبارات عدة منها تخوفهم من أن يذهبوا كبش فداء ضمن أي تسوية سياسية مقبلة ويريدون القول أنهم الرقم الصعب في المدينة إضافة إلى تثبيت أنفسهم في مواقعهم بعد أن ضاق هامش المناورة مع أقفال الحدود السورية عليهم وأشارت المصادر للجديد إلى أن هناك بعض الجهات السياسية تحاول بدورها فرض نفسها على أنها تملك الشارع وأن هناك زيواجية خطاب عند معظم السياسيين الذين يطالبون بالعلن فرض الأمن ومن تحت الطاولة يتذمرون من رد الجيش على المسلحين وقالت المصادر في هذا الإطار إن قيادة الجيش لن تسمح باستنزاف عناصرها وأن الأمر لن يبقى على ما هو عليه وسيصار إلى فرض الأمن بالقوة المدرية العامة للأمن العام ترد في بيان مفصل على منتقدي عمل لواء عباس إبراهيم لسيما على الكلام الأخير للوزير السابق بأموهاب حول زيارات إبراهيم إلى سوريا ولقاءاته بعض الشخصيات الأمنية فيها أكدت المدرية العامة للأمن العام أن زيارات اللواء عباس إبراهيم إلى الخارج وتحديدا إلى سوريا تأتي بتكليف من السلطة السياسية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية وقد أعادت هذه الزيارات الحرية إلى عدد من المغطفين اللبنانيين في سوريا والموقوف حسان سرور إلى حضن والدته في عيد الأمهات العام الماضي المدرية وفي بيان لها أشارت إلى أن هذه الزيارات بلسمت جراح أهالي قتلة الكلخ بإعادة جثث أبنائهم إلى ذويهم بالإضافة إلى حل مشكلة منع عبور الشاحنات اللبنانية الأراضي السورية وكل ذلك كان يصب في مصلحة البلدين والشعبين واستألت عما أنتجته زيارات البعض إلى سوريا أو إلى غيرها على مدى العقود الماضية سوى تأمين بعض المصالح الشخصية أوضحت أن عمل المدرية العامة للأمن العام وإنتاجها لا يقومهما الوزير وهاب ولا غيره بل السلطات المعنية والشعب اللبناني كما أن الابتزاز الممنهج عبر الأقلام الرخيصة أو باستغلال الشاشات لن يؤمنا المواعيد لهؤلاء المبتزين بهدف تأمين خدمات شخصية تضرب معايير العمل التي تنتهجها المدرية العامة للأمن العام والتي لن تكون إلا مؤسسة للجميع سلسلة مواقف لرئيس الجمهورية في حديث مع صحيفة الجمهورية أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان خشيته من احتمال حصول فراغ دستوري لكنه في الوقت عينه رأى أن تأليف الحكومة والاتفاق على البيان الوزري وتحديد جلسة للحوار الوطني من شأنه أن يساهم في خلق دينامية إيجابية لحصول الاستحقاق الرئاسي في موعده وفي حديث لصحيفة الجمهورية أعلن سليمان أنه سيسلم الأمان ويعود إلى منزله بعدما قام بما يمليه عليه واجبه الوطني وضميره وشدد على أنه سيبقى حتى اليوم الأخير يعمل للاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية وعلى تأمين حصول انتخاب رئيس جديد للجمهورية سليمان رد ساخرا على من قال إنما ورد في خطابه في الكاسليك غلطة مستشار وقال لا يعرفون من هو ميشيل سليمان كان الاختيار في انتقاء التعبير في وصف الثلاثية بين كلمة خشبية أو جامدة فاختار الأولى ومن ثم أتى النقاش في البيان الوزري وتخلى أصحاب الثلاثية عنها وهذا ما أثبت أنها بالفعل باتت معادلة خشبية وأن الحملات التي شنت من أجل معادلة تخلى أصحابها عنها سقطت ولمن يتهمه بخرقه خطاب القسم قال سليمان تقولون إنني خرقت خطاب القسم بالنسبة للمقاومة لكن هل نسيتم أنكم تجوزتم حدود الوكالة التي أعطيت لكم في موضوع المقاومة وذهبتم إلى سوريا للقتال هناك؟ وشدد سليمان على أن حماية لبنان تكون من خلال إعلان بعبدة ودعا حزب الله إلى الانسحاب من سوريا معتبرا أن مشاركة الأخير إنعكست ضررا كبيرا على الحزب ولبنان واستعاد رئيس الجمهورية كلاما للكاردنال صفير حين قال لسوريا يا جاري أنت في دارك وأنا في داري وسأل وفقتم على إعلان بعبدة ثم تراجعتم فهل بالقتال في سوريا نحمي لبنان؟ رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجي المصري ويدعو إلى جلسة للحوار في الحادي والثلاثين من آذار الجاري عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع وزير خارجيات مصر نبيل فهمي للعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وإذ نقل فهم تحيات الرئيس عدل منصور إلى رئيس الجمهورية فإنه أكد دعم بلاده ووقوفها إلى جانب لبنان في كل ما يحتاجه مشيرا إلى وجوب تقديم المساعدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار مبديا حرص مصر على أن يبقى لبنان رسالة الحضارة والعيش المشترك وأن الاستقرار فيه مهما لمصر ورحب رئيس سليمان بالوزير فهمي مشيرا إلى العلاقات الجيدة تاريخيا مع مصر والشعب المصري شاكرا وقوفها الدائم إلى جانب لبنان في المحافة الأقليمية والدولية وعلى صعيد آخر صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان الدعوة إلى عقد جلسة لهيئة الحوار الوطني يوم الاثنين الحادي والثلاثين من شهر آذار المقبل الجلسة الحادي عشر من الحوار هدفها متابعة البحث في الاستراتيجية الدفاعية كما جاء في بيان مكتب إعلام رئاسة الجمهورية وعرض الرئيس سليمان مع كل من النواب السابقين مشير خوري وفارس سعيد ونادر سكر لتطورات السياسية الراهنة على الساحة الداخلية أعلن الجيش السوري أن وحداته أوقعت أعدادا من الإرهابيين قتلى ومصابين في ريفي حمص ودرعة ودمرت أوكارهم وأدوات إجرامهم كما استهدفت مجموعة إرهابية حاولت تسلل عبر الأراضي الزراعية وأوقعت عددا من أفرادها بين قتيل ومصاب وفي ريف اللاذقية ذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش تصدت لمحاولات تسلل مجموعات إرهابية من الأراضي التركية والاعتداء على بعض المعابر الحدودية وأوقعت في صفوفها 17 قتيلا من بينهم ما يسمى أمير جبهة النصرى في الريف الشمالي واللاذقية ودمرت عددا من السيارات المزودة برشاشات ثقيلة بعد الإعلان دخلها رسميا أهلا بكم من جديد أقيم صباح اليوم في السرايا الحكومية استقباله رسمي لرئيس الحكومة تمام سلام وذلك بعد نيل حكومته بالأمس ثقة مجلس النواب وكان في استقبال السلام لدى وصوله إلى الباحث الخارجية الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي وعزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي ترحيبا بالرئيس السلام الذي استعرض ثلة من سرية حرس رئاسة الحكومة التي أدت له التحية ثم صفح كبار الموظفين والمستشارين أفرج بعيد منتصف الليل عن المواطن جورج تهمازيان قرب مدخل بلدة الطيبة في بعلبك من دون أي فدية مالية وكان تهمازيان اختطف صباح أمس من أمام دار العجزة في منطقة شليفة في البقاع عندما أقدم مسلحون يستقلون سيارتين على اختطافه وقد تلقى شقيقه اتصالا يطالب بفدية قدرها 50 ألف دولار أمريكي للإفراج عنه أرسل وزير العدل لواء ريفي لرئاسة مجلس الوزراء كتابا يطلب بمجبه ملء المراكز الشاغرة في اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة قضية اللبنانيين المعتقلين في سجون النظام السوري وطلب ريفي تعيين رئيس للجنة مكان القاضي جزاف معماري الذي أحيل إلى التقاعد على أن تعين وزارة الداخلية عضوا بديلا عن العميد سامي نبهان الذي تقاعد أيضا على صعيد الموازن أحل الوزير في الوثائق التي نشرت في الصحافة اللبنانية والعربية حول موضوع المعتقلين في اللجنة لدراستها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة جمعية بيروت ماراتون تعلن عن تنظيم سباق السيدات بالتعاون مع قناة الجديد للعام الثاني على التواني برعاية اللبنانية الأولى السيدة وفاء سليمان أعلن جمعية بيروت ماراتون عن تنظيم سباق السيدات تحت شعار اركضي لأدام بكف رجع لورا وجاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الجمعية بحضور حجد من الشخصيات والفعاليات الرسمية والأهلية تقدمته سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجيلينة إيخوريست التي أشهدت بأهمية النشاط الذي يعزز الاستقار في لبنان ويناصر قضية المرأة رئيسة الجمعية ميل خليل أكدت أن السباق سيكون مترافقاً مع حملة ترويج لقضايا وحقوق المرأة في لبنان هل سيكون لهذا النشاط حظه من الرواج وإيصال الفكرة والصوت لتشجيع المرأة اللبنانية على مزاولة الرياضة وأكثر احترافها لجهة المستوى الفني؟ لا أخفي أن سباق السيدات أثار اهتمام الرجال العام الماضي وهذا العام إشارة إلى أن التلفزيون الجديد سيكون النقل الحصري للسباق في الرابع من أيار مايو المقبل الطفل حسين بحاجة إلى نقله إلى مستشفى متخصص بالرأس وإلا فالموت مصيره يرقد الطفل حسين ذو الفقار فواز البالغ سبعين يوماً في قسم عناية الأطفال المركزة في المستشفى اللبناني الإيطالي في سور يصارع الموت بعدما توفي شقيقه التوأم بعد أيام على ولادته أجريت للطفل فواز وهو من بلدة جوية عملية جراحية في الرأس في أحد مستشفيات المدينة لكنها لم تتكلل بالنجاح لذلك يحتاج فواز وفق الطبيب المعالج عباس درويش إلى إجراء عملية جراحية في الرأس وتركيب الجهاز صعب شوي صار وضع حرج كتير صار وقلت بحاجة لعملية يركب له شانت برأسه ضروري حيث أن رأسه عمي كبر وهو منطق عنا ما كان في حدا يقدر يستقبله ويعمل له عملية عنه بالمستشفى كمان فشألنا إمكانيات هون لا هون ولا غير من المنطقة بحاجة لمستشفى جامع ضروري أي واحد يساعدني كرمال ابني ابني عمي موت وقربت الدنيا ما حدا كان يستقبل لي قالي بتشكر أهل جوية لأنه وقفوا معي وقفوا كتير صعبي وابني عمي موت يا أهل البلد أمه معاش فيه يتحمل أكتر منه ابني عمي موت دموع والدات حسين لن تمسحها إلا باستقبال طفلها في مستشفى متخصص وإجراء عملية عاجلة له لإنقاذه من الموت الجرود الممتدة من بعلبك إلى القاع باتت معبرا ذهبيا للإرهابيين وسياراتهم المفخخة ولكن بعد سيطرة على يبرود ورصد عدد من هذه السيارات في جرود مناطق بقاعية هل باتت هذه المعابر تحت السيطرة أم للإرهاب طرقه الخاصة تحقيق من جرود البقاع الشمالي لزميلة نوال بري يبرود مصنع السيارات المفخخة صدرت قبل سقوطها خمسة عشر سيارة إلى الأراضي اللبنانية أو على الأقل إلى مناطق سورية تابعة لها لتكمل المسير إلى لبنان معلومات صحفية تم تداولها عن واثيقة حصل عليها حزب الله بعد دخوله يبرود ولربما السيارتان اللتان انفجرتا في البقاع الشمالي منذ أسبوع بعد سقوط يبرود تعززان هذه المعطيات لكن إذا سقطت يبرود ما هي الطرقات التي ستسلكها هذه السيارات ولماذا الضغط الحدودي على عرسال وجرودها إذا بدأنا ببلدة اللبوي فإن السبب الرئيس لاتهام عرسال بتسهيل إرسال السيارات هو عبور عدد منها من الطريق الوحيد بين عرسال واللبوي أما اتهام إطلاق الصواريخ فإن لسقها بعرسال يعود إلى جغرافية المنطقة نسبة لمكان إطلاقها رحلة جردية قصيرة في جرود اللبوي تفسر واقع تقارب التباعد بين البلدتين أقرب نقطة من هؤلاء الأراضي السورية في 30 كيلومتر فزيفة الهواء كيف تصل 30 كيلومتر وهي من هيدا الاتجاه كانت تطلع طب ما بترشحوا أنه مسلحين من المعارضة السورية كانوا يخترقوا هيدا الجبال بس طبعا بيدي يكون فيه حدا معهم من المنطقة اللي يدلون يعني شو بيعرف المنطقة جبلية ووعرك شو بيعرفون يوصلوا ليها طيب بالسيارات ما ممكن يكون فيه طريق تاني عم تسلكها هاي السيارات غير الطريق الرئيسي مستحيل يقدر تقطع السيارات إلا بخلال الطريق العام ليه اليوم أنتوا سكرتوا الطريق يعني اليوم أنتوا ما حتمنعوا السيارات إذا هني حيروحوا من طرق تاني نحن حفاظا على الدم البريئة مثل معنا وبرك أنه بيضغطوا شواء على الناس الإرهابية اللي عم توردها السيارات والانتحارية إلى النبي الشيط تهبنا وهي المواجهة لرنكوس السورية وتفصلها عنها جرود وعيرة رئيس البلدية جعفر الموسوي يفسر لنا واقع المنطقة من رنكوس ما بيقدروا يجوه لأنه فيه الطبيعة الجغرافية للجبال صعبة جدا إذا بدون يجو بدون ينزلوا باتجاه معربون لا يقدروا يجوه باتجاه سرغاية لا يقدروا يجوه هاك جين أنه فيه نقاط دقيقة مرائبة بحيث أنه تضبط أي شيء لازم الجيش السوري يخلص من المنطقة بعد ما خلص من يبرود ومن المناطق لازم يخلص من هاي المنطقة لأنه بشكل مستمر مبارح ضربوا على بيت شيمة من هوني من منطقة رنكوس إذن هي جرود الفاكهة ورأس بعلباك الأكثر سهولة لمرور المسلحين بسبب قربها من جرود عرسال ومناطق سورية لبنانية جردية يتغلغل فيها المسلحون إلى جرود الفاكهة توجهنا حيث فجر الجيش سيارة مفخخة عن بعد منذ أسبوع ووضع الألغام بعدها يسهل فوق وتوصل لعرسال ولجرود عرسال وليبرود لجبال القلمون كله للأراضي السورية تقريبا بتبعد من هون شي 20 كيلو سيارات مفخة كانوا عم يجيبوهم وينزلوهم من هون السيارة اللي اجت وتفجرت بالنبي عتمان اجت عن هيدا الطريق وتاني يوم تبين معنا أنه في سيارة تاني بقلب الوادي هون من يومين عملوا كانوا مساتر من هون لفوق خمسة سواتر ليسكروا الطرآن بس بعدهم عم يقدروا هني يفتحوا طرآن وينزلوه أما صواريخ الهرمل فلها جرودها أيضا تبعين لأرض القاع للقاع في مسلحين كمان هونيكي اللي هربوا من جرود قارة اجوا على هديك الجبال عم يسطوا صواريخ من هديك التلي باتجاه الهرمل اليوم الجيش ما بيقدر يوصل عليها هالتلي إذا لبناني الأرض صعب كتير فوق والجيش عم يطلع دوريات وينزل بس أنه يعني المسلحين الفوق أعدادهم كتير كتير ومعهم أسلحة كتير الهيئة إذن هذا جزء من السلسلة الشرقية لجبال لبنان من جرود القاع وصولا إلى جرود بعلباك والمواجه لسوريا وإن كان معبرا سهلا للإرهابيين في بعض مناطقه الوعرة إلا أن جغرافيته تجعل الجيش اللبناني وحزب الله أكثر إدراكا لتحركاتهم الفرعية لأن الإرهابي لا يقف عند حد ولا يقف عند بعض السواتر لابد للجيش اللبناني من أن يتخذ من هذه المناطق مراكز له لمنع تجوال هذه السيارات مجددا هنا في المنطقة من جرود البقاع الشمالي نوال بري قناة الجديد النشاء مستمرة وفيها بعض الفاصل القرم الروسية رسميا نحيكم الجديد ونواصل تقديم النشرة وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانون انضمام جمهورية القرم ومدينة السيفاستوبول إلى روسيا وفي السياق المتصل صادق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع خلال اجتماعه بموسكو على معاهدة انضمام جمهورية القرم ومدينة السيفاستوبول إلى روسيا وفي كلمة لوزير الخارجية سيرجي لافروف قال إنه لا يجوز وصف عملية إعادة توحيد القرم مع روسيا بأنه ضم أراض بالقوة واعتبر أن مزاعم الدول الغربية بشأن ضم القرم عسكريا لروسيا تعتبر إهانة لسكان الجمهورية وحول العقوبات الأمريكية قال لافروف إنها غير قانونية وستؤدي إلى إنشاء حواجز غير ضرورية مضيفا إنها تعتبر قرارا غير عقلاني وستؤدي إلى إنشاء عقبات إضافية على طريق التعاون الدولي وأردف قائلا إنهم يعرفون أن هذه العقوبات غير قانونية تماما ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى إنشاء عوائق مصطنعة وغير ضرورية على طريق العلاقات الطبيعية بيننا ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو زيارته إلى أمريكا اللاتينية التي كان من المقرر إجراؤها في نيسان المقبل بسبب الاضطراب الذي يسود بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية وامتناعهم عن تقديم خدمات للمسؤولين الإسرائيليين ونقلت صحفتها أراتس عن مصادر بوزارة الخارجية قولها إن نتنياهو اضطر إلى إلغاء زيارة إلى المكسيك وكولومبيا وباناما بسبب رفض الموظفين والديبلوماسيين بوزارة الخارجية خلال الأسبوعين الأخيرين الاهتمام بزيارته إلى خارج البلاد وذلك احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم الوظيفية وقال موظف رفيع المستوى في بزارة الخارجية الإسرائيلية إنه كان من شأن زيارة نتنياهو إلى كولومبيا أن تمنح دعما سياسيا للرئيس الكولومبي خسيمانوال سانتوس في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أيار المقبل وأن سانتوس عبر عن خيبة أمله من إلغاء الزيارة أغلق موقع تويتر في تركيا أو أغلق بحكم قضائي بعد شكاوى قدمها مواطنون بأن منتدى التواصل الاجتماعي ينتهي كل خصوصية بحسب ما أعلن جهاز تنظيم الاتصالات التركي يأتي ذلك بعدما تعهد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بمحو التويتر وذلك في عقاب ورود اتهامات بالفساد لأفراد الدائرة المقربة منه وفي وقت سابق قال أردوغان أنني لا أهتم على الإطلاق بما يقوله المجتمع الدولي سيرى الجميع قوة الجمهورية التركية وذلك بعد أن نشر بعض مستخدمي تويتر وثائق يقال إنها تظهر دليلا على فساد متصل برئيس الوزراء وأعلن مكتب أردوغان أن تويتر لم يستجب لحكم قضائيا في تركيا بحث في بعض الوصلات وهو ما اضطر أنقرى للتحرك وقال جهاز تنظيم الاتصالات في بيان نظرا لعدم وجود خيار آخر أغلق الدخول إلى الموقع تماشيا مع قرارات المحكمة بتجنب أي إذاء محتملا للمواطنين في المستقبل وقد لاقت هذه خطوة انتقادات واسعة في أوساط الشعب التركي الذي طالب مرارا بمنحه الحرية على غرار سوريا ومصر وغيرها من الدول كان في النشرة نجاة دورية للجيش من عبوة ناسفة والتوتر يسود طرابوس سليمان لحزب الله تجاوزتم حدود الوكالة التي أعطيت لكم في المقاومة الأمن العام ليس وهاب ولا غيره من يقوم عملنا وكان في النشرة إردوغان يمنع التغريب كان هذا كل شحة ساعة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر